إيران فاجأت العالم بأكمله بإضافة أجهزة ضرد مركزية متطورة ومتقدمة في عملية تخصيب اليورانيوم من جديد بأعداد أكبر هذه المرة وطبعا هذا يعتبر أمر واضح من قبل إيران ورسالة واضحة بأنها تريد الجميع أن يعودوا إلى الاتفاقية النووية بالشروط الإيرانية فهذا التصعيد إذا نريد نعرفه ونشوف تفاصيله أن إيران الآن اللي صار الإعلام من قبل طبعا الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي التي أعلنت بشكل رسمي بأن إيران بدأت تستخدم هذه الأجهزة هذه المرة هذه أجهزة ضرد المركزي اللي هي IR-4 فعلوا والآن دخلت في الخدمة 174 جهاز في عملية تخصيب اليورانيوم والIR-4 هي الأكثر تقدما وتطورا مقارنة بالIR-2M وبالIR-1 والإيرانيين المفروض يستخدمون الIR-1 بحسب الاتفاقية النووية ولكن هم طبعا خلفوا هذا الأمر من نهاية العام الماضي بدأوا يستخدمون الIR-2M وبدأوا يضيفون عدة سلاسل كل سلسلة بها عدد من أجهزة الطرد المركزي إلى أن وصلوا إلى 522 جهاز يعمل من الIR-2M مع أنه لازم نعرف أنه 5060 جهاز الآن أيضا من الIR-1 هي تعمل في تخصيب اليورانيوم الآن بدأت سلسلة جديدة بـ 174 جهاز من الIR-4 تعمل وهذه إحنا دنحكي على أجهزة تعمل بأربعة أضعاف أقوى حقيقة من الIR-1 وهذه كل هذا تصير في منشأة نطنز النووية في إيران الآن القضية الخطيرة في الIR-4 وفي هذا التقرير بأنه هي تنصبت في محطة خطيرة للغاية وهذه المحطة هي محطة إثراء الوقود حتى نعرف شنو هذه محطة إثراء الوقود بهذه المحطة تحديدا هناك غاز اسمه غاز سادس فلوريد اليورانيوم وهذا الغاز يستخرج عادة من أكسيد اليورانيوم ولما يستخرج من أكسيد اليورانيوم ويتحول إلى هذه الصيغة معناتها أنت بدي تتمهد لعملية تخصيب اليورانيوم فاللي يصير في محطة إثراء الوقود هي ضخ هذا الغاز في الأسطوانة الداخلية طبعا اللي موجودة في الIR-4 على سبيل المثال وهي تدور بسرعة عالية جدا من أجل القيام بعملية عزل وفصل ذرات اليورانيوم هلالكة U-235 هذه طبعا ذرات خفيفة وأيضا U-238 يصير عزل يركز على الـ 235 للعبة اليورانيوم في الـ 235 كون أنها خفيفة وسهلة الانشطار وعند شطرها تتحول إلى طاقة نووية طبعا بحسب التركيز ماتك هذه الطاقة النووية تستخدم في الأمور السلمية أو في الأمور العسكرية فبالتالي بضخ هذا الغاز مع الدوران السريع يصير عملية الـ 235 U-235 تدخل إلى السنتر إلى الوسط وتتركز وبعدها بالقيام بالعملية مرة ومرتين وثلاثة وعشرة أو أكثر تزيد عملية تركيز U-235 والـ U-238 هي ذرات اليورانيوم الثقيلة التي لا بها فائدة في هذه العملية تخرج خارج الإصطوانة فبالتالي الآن بهذه العملية حتى نفهم هنا هي أصل قضية الـ 3% والـ 5% والـ 20% زيادة تركيز U-235 بنسبة 20% هنا طبعاً تصل إلى مرحلة أنه ستنشطر وتتحول إلى طاقة نووية تستخدم في الأمور التسليحية وهي نفسها هذه العملية التي توصل إلى وصلت عملية التخصيب والتركيز لـ U-235 إلى 90% تتحول إلى القنبلة النووية فلذلك هذا الأمر طبعاً يعتبر به تصعيد كبير جداً في طبيعة المحطة المستخدمة وكذلك جهاز الطرد المركزي هذا ويعني بالتالي واضحة الرسالة من قبل إيران خاصة وأن هذه الحركة وهذا التصعيد من إيران إجا بعد تصريح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قبل أيام قبل يومين تقريباً قال بأن واشنطن بدأت تتأخر على الاتفاقية النووية وبعد هذا التصريح شفنا هذا التصعيد وشفنا هذا التقرير من الوكالة الدولية للطاقة الذرية الآن ردود الفعل ردود فعل قوية حقيقة جدت ردود الفعل هذه المرة مو من واشنطن وإنما من بريطانيا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى أيام يفكر بهذا الموضوع وسوى إعلاق كبير جداً بأنه هو لاحظ أن إيران تتحول إلى بلد نووي واحتمالية امتلاكها للقنبلة النووية موجودة كذلك روسيا عدها أربعة آلاف وثلاثمائة رئيس نووي بحسب القارديان البريطانية والصين عدها 320 رئيس نووي أيضاً بحسب القارديان البريطانية وكل بريطاني اللي عدها هي 180 رئيس نووي على هذا الأساس قرر بوريس جونسون أنه يرفع الرؤوس النووية اللي عدهم إلى 260 رئيس نووي هسر بعض يقول شنو 260 رئيس نووي أمام أربعة آلاف وثلاثمائة 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 وعشرين يعني ما حقق شي لازالت بريطانيا هي ضعيفة ولكن الرؤوس النووية البريطانية تتميز بأمر مهم جداً ألا وهو القوة التفجيرية اللي بيها قوة التفجيرية فالرؤوس النووية البريطانية تصل إلى 100 كيلو طن ومعلومة مهمة جداً للي ما يعرف أنه هيروشيما لما سقطت عليها القنبلة الذرية كانت قوتها التفجيرية هي 15 كيلو طن معناتها الرأس النووي البريطاني هو أكثر بستة أضعاف ونصف من القنبلة الذرية والدمار اللي شفنا في هيروشيما آنذاك فبالتالي بالنسبة لبريطانيا وصولهم إلى 260 رئيس نووي هي كافية لردع الصين ولردع روسيا ولردع إيران ولتقوية حلف النيتو لأن حلف النيتو هذه إحدى مهامه المهمة وبالتالي الآن هم خصصوا 100 مليار جنيه استرليني للوصول إلى هذه المرحلة اللي هي 260 رئيس نووي أما عن واشنطن شنو اللي سوتها واشنطن هناك ملاحظة مهمة عن تحركات واشنطن اللي هي نوعاً ما غير معلنة بشكل رسمي والخارجية الأمريكية لا تركز عليها صارت من قبل أسبوع من يوم ما أعلنت إيران بأنها ضافت السلسلة الثالثة من الـ IR2M في عملية تخصيب اليورانيوم وكذلك قالوا أنه السلسلة الرابعة تنصبت وممكن أن تأتي ويصير عملية تخصيب مالتها في أي لحظة ممكن أن نشوف هذا العدد يزيد عن الـ 650 بالنسبة لأجهزة الطرد المركزي هذا اليوم بنفس هذا اليوم تماماً دخلت إحدى أهم المدمرات الأمريكية اللي هي USS Dwight Eisenhower إلى المediterian sea اللي هو البحر الأبيض المتوسط وسوت مناورات مع المغرب مناورات مع إيطاليا كذلك مناورات مع اليونان والآن على وشك أن تقوم بمناورات مع تركيا في هذه النقطة وحتى نوضح أن وجود هذه المدمرة وحاملة الطائرات في هذه النقطة لا يعني سياسياً أو عسكرياً أنه ردع لإيران لأنه عادةً الردع على إيران يجب أن تكون المدمرة كما كان هو الحال مع USS Nimitz أن تكون موجودة في الخليج العربي ولكن إيران تفهم هذه الأمور تماماً وجود حاملة الطائرات بهذه النقطة تحديداً يفهموها كثيراً مثل ما فهموا الـ B-52 لما صار تهديد إيراني مباشر بمحي إسرائيل تماماً عن الخارطة وطارت الـ B-52 فوق إسرائيل مع طائرات الـ F-16 الإسرائيلية طارت فوق إسرائيل ما طارت فوق السعودية كما كان يحدث مع إدارة دونالد ترامب واضحة الرسائل الموجودة ولكن لا زال هناك قلق من الداخل الأمريكي عن طبيعة إدارة بايدن للأمور الأمور تتفاقم أجهزة طرد مركزية تتزيد تخصيب يزيد وإيران هي الطرف الأقوى على ما يبدو وهذا القلق طبعاً كان واضحاً على هذا السيناتور هذا بيل هاگرتي وهو سيناتور جمهوري في الكونغرس الأمريكي وجه رسالة مباشرة اليوم إلى جو بايدن هذه الرسالة طبعاً شوف بتاريخه اليوم 17-03-2021 وبهذه الرسالة وجه أسئلة إلى جو بايدن عن طبيعة التطورات وتفاقم الوضع مع إيران والميليشيات على مستوى الحوثيين والعراق وغيرها وكذلك أوجه أسئلة إذا ما كانت حكومة بايدن ستلتزم بالحديث وتوجيه تقارير إلى الكونغرس الأمريكي في قضية وطبيعة العقوبات إذا ما هو نوع أن يخففها أو غيرها يريد أن يلتزم تماماً في الاتفاقية حقيقة النووية مع الكونغرس وبالتالي هذا أمر حقيقة مثير للقلق بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية ومثير للقلق لأوروبا زيادة في الرؤوس النووية دول تمتلك النووي